مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مرينهاب بوابتك الإلكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية نستكمل معا هذه الحلقة ونتعمق في داخل مكونات هذه المكينة اللي كانت في وقت من الأوقات كاملة مكملة زي دي كده ولكن احنا بدأنا نعمل لها ستريبينج داون إلى أن وصلنا لجزء مهم ورئيسي وحساس للغاية وهنتكلم نهاردة عن تشخيص بعض الأعطال الخاصة بالماكينات واللي بتقابل كتير من الصيادين أنا متأكد وهنتعلم ازاي نعرف فين العطل وازاي نصلحه ببساطة وبسهولة هنبدأ حلقة اليوم وإحنا بنتعمق داخل الجزء الأهم الـ Anti-Reverse System اللي هو بيكون مسؤول عن أنه ما يحصلش سلب يعني شايفين هنا لما بوقف الذراع بتاع المكينة وأنا بلف اللي بيحصل إيه؟ أن أنا هنا ما أقدرش ألف غير في اتجاه واحد خلاص والناحية التانية هنا مستحيل ألف العكس خلاص لو حصل سلب هنا يعني أنا بلف الأدام كده وفاجأة لقي ده ما بيلفش في مشكلة غالبا في الدراج عفوا في الـ Anti-Reverse System لو حصل مشكلة أني لقيت الذراع بيروح وراء وقدام برضو هيكون في مشكلة في الـ Anti-Reverse System وبالتالي مجرد أن احنا نفهم الحاجات دي بتشتغل إزاي؟ هيبقى أسهل بكتير جدا بالنسبة لنا أن احنا نقدر نتعامل معها بعد كده وقت ما لقينا أي نوع من أنواع المشاكل اللي في المنطقة دي مهم للغاية أن احنا ناخد بالنا من بعض الأمور لو حاولت أوريكم كده هتلاحظوا هنا في علامات على المسامير من مكان الفك قبل كده شايفين؟ العلامات دي مش بتكون بس من مكان الفك لكن كمان بتكون باستخدام يعني tip غلط أو غير مناسبة بمعنى أن احنا عندنا هنا مثلا فيه اتنين من الفيليبس Driver شايفين؟ نفس النوع من المفك ولكن فيه مقاسين مختلفين بشكل بسيط جدا لما ناخد الجزء الأصغر هنا شايفين ده بيعمل slip إزاي؟ أوكي وبالتالي ده غير مناسب لما ناخد الأكبر شبهه بالزبط بس أكبر حاجة بسيطة أوكي ده تمام أفضل بكتير أفضل بكتير وبالتالي اختيار tip المناسب وانت بتشتغل على القطعة الداخلية بتاع الماكينة هيكون في غاية الأهمية عشان تحافظ على سلامة المسامير والأجزاء بتاعتك في فترة أطول وكمان ده يعرفك لو انت بتشتري ماكينة مستعملة تقدر تقيم إذا كانت تم فتحها قبل كده أو لأ من المسامير الخارجية طبعا فهنا هنفوك المسمرين دول وقبل ما نشيل الكافر بتاع الانتي ريفيرس سيستم نحتاجين نلاحظ حاجة مهمة دايما الشركات بتبقى عاملالك زي بريد كرامز أو زي يعني فتاة الخبز كده حاجات لو علامات بسيطة لو خدت بالك منها مش هتوه أبدا وانت بتعيد تركيب الماكينة مرة أخرى ومش هتغلط ولا غلطة وهترجع الماكينة زي ما كانت ويمكن أفضل بعد ما تعمل لها السيرفيس المطلوب وتشحيمه هكذا لو نلاحظ هنا في سهم صوير مش عارف أتمنى يكون ظاهر اهو أيوة كده ممتاز شايفيني السهم ده؟ اهو السهم ده السهم ده بيشير إلى الهاندل وبالتالي ده بيعرفنا الاتجاه بتاع الكاب بيبقى فيه أي اتجاه وخلونا نلاحظ ان هنا فيه علامات كده لتلت مسامير أهم مقفلين والمسمرين اللي احنا لسه فكنهم حالا يبقى عندنا على الأقل فيه السهم ده بيشير إلى الهاندل بتاع الماكينة مهم ان انت تلاحظ العلامات البسيطة اللي الشركة عملاها عشان تتفادى أي مشاكل طبعا هنا كمان هتلاحظوا ان انا كنت حاطت كمان كفر من السيليكون البسيط جدا طبعا الزيادة يا جماعة في السيليكون دي ممكن تعمل مشاكل فبنصح لو انت يعني مش متمرس بلاش تعمل كده شايفيني طبقة بسيطة خالص؟ اهي هو كأنه سيل بالزبط حاجة بسيطة جدا جدا يعني واعتقد ده قدى اداء كويس جدا القطعة النحاسية اللي انتوا شايفينها جوه دي قتل تلمع هنا اهي القطعة النحاسية دي هي دي اللي انا قفلت بيها السيستم اللي كان فيه الزر اللي بيروح يمين ويسار عندنا هنا من الداخل مصمرين كمان هنفكهم في بعض الاحيان ممكن يتفكوا افضل بعد ما اتطلع على الانتي ريفيرس سيستم كمان فما فيش مشكلة طينا الاخر اوكي نحط دول واحدهم هنا ممكن نخلي المصمرين بتوع الكاب جنبهم يبقى كده كل الاجزاء بتاعت نفس القطعة الموجودين مع بعض وبعد كده هنبدأ نطلع الانتي ريفيرس اللي هو القطعة دي كلها الجزء ده هو السليف اللي داخل جوه الانتي ريفيرس سيستم اللي بيكون في احتكاك دائم على البييرنجز بتاع الانتي ريفيرس الجزء ده خدوا بالكم هنا ان في كمان براس ووشرز هون طبعا انا هاخد بالي وانا بحط ده بالشقلوب انا عارف ان انا شيلته بالشقلوب وعارف ان فيه الوشرز هنا موجودين معايا كده هيكون اسهل بالنسبة لي ان انا اشيري الجزء ده طبعا ماسك شوية بسبب السليكون اللي انا كنت احطه قبل كده بس مش قوي لان انا بعد اما ثبت الجزء النحاسي ده القطع النحاسية دي انا اللي عملتها خلاص عشان تعمل لوك للسيستم بالكامل حطيت عليها بعض السليكون عشان اتاكد ان مش هيكون فيه حركة القطع النحاسية دي كل دورها بس انها بتثبت الجزء البلاستيكي ده في اتجاه معين اوكي يعني كمثال بسيط خلونا ناخد الاتنين ووشرز دول مش هيلهم طبعا انا عارف ان هما اتنين لان انا فاكيك الماكينة دي قبل كده لو زيما انت شايفين مهمة جدا الوشرز دي يا جماعة جدا فيه ماكينات يعني بتعود للحياة بسبب الاستخدام الصحيح للوشرز وماكينات اخرى بتفقد الحياة بسبب لخبطة بسيطة في الوشرز بتقعها خلينا اوريكم الانتي ريفيرس سيستم من الداخل طبعا مش هندخل داخل الانتي ريفيرس ميكانيزم في الحلقات البريف دي لان احنا النهاردة بنعمل صيانة متكاملة سريعة مع فهم اجزاء الماكينة في بعض الحاجات المتقدمة شوية ممكن نبقى نرجع عليها في المستقبل واحنا بنفك القطعة بتاعة الانتي ريفيرس وبننظف البلي كويس جدا وبنعيد عملية الصيانة ونشوف ازاي السوسات او اللي موجودة جوة ممكن تبقى حاجة خطيرة لو ضعت منك او لو ما عارتش تصرف فيها كتير من حتى من المتخصصين في الصيانة بيخافوا جدا من الجزء ده مع ان التعامل معاه ابسط ما يكون طالما انت عارف البيزيك ميكانيزمز اللي بيشتغل بيها طيب بكل بساطة العمود اللي في النص ده هو اللي بيبقى معادي من جوار روتور وشايفين هنا بيتحرك دلوقتي في اتجاه واحد او يعني انا بود كده اوكي عشان كده يكون اوضح هحاول اوكي كده ممتاز خلينا نثبت الجزء البلاستيكي ده هنا وانا حاليا شايفين بيتحرك ازاي ده بالزبط للزرار كان بيحركوا الزر كان بيعمل كده او كده خلينا همسك ده بيد والف اللي جوه انا ايدي دي هي اللي هتلف اللي جوه وعندنا الجزء البلاستيكي ثابت هنا انا كده اقدر الف في الاتجاه ده بس الراجع كده مفيش مبيرجعش بيوقف طيب لو حركت الزر الناحية التانية هلاقي القطع دي بيتلف معي يمين ويسار مفيش مشكلة تماما اوكي يبقى اللي بيعمل اللوك هو بس القطع البلاستيكيه دي هي القطع دي وعلى حسب ما بتضغط على السبرينجز السوسط اللي بتأثر في الداخل على البيرينجز الزغيرين جدا جدا دول في ستة بيرينج وفي ستة سبرينج موجودين معاهم على حسب اتجاه القطع البلاستيكيه زي ما نشوفين بيتحرك من جوه هي بيتأثر الضغط بتاع السبرينج على البيرينج وعلى الجسم بتاع القطع المعدنية دي وهو ده اللي بيخلي الاتجاه بتاع الروتر يلف في الناحيتين او يلف في الناحية واحدة عشان كده اي خلل في اتجاه اللف بتاع الروتر بنبدأ على طول نفكه ونبص على القطع دي دي بتتفكي من تحت هنا لكن زي ما قلنا مش هندخل في التفاصيل يعني الكبيرة دي لوقتي هنا خليكم بقى يعني دحككم على اخوكم شوية في بعض انواع المكائن عشان تشيل المينجير انت محتاج في البداية تشيل العمود ده لما اطلع العمود ده البرا المينجير هنا يطلع بدون ادنى مشكلة تماما اوكي اوتوفوكس عفونا فده في بعض الانواع ان انا عشان اطلع المينجير من مكانه محتاج اطلع العمود الاساسي اللي هو بيكون راكب عليه البنيونجير وبالتالي ده بيطلع زي بعض المكينات الامريكية زي سبينفشر مثلا وغيرها كمان من الانواع لكن في الدايوة مهم انك تاخد بالك ان ده مقفول يعني كأنه سيبت ثبات فضيع مهما شلتف ده مش هيحصل حاجة مش هيطلع من مكانه اصلا وبالتالي بعض انواع المكينات شايفين المسمار ده انا تقريبا وهي دي المكينة فعلا اول ما اجبتها من حوالي كان من سنة ثلاث سنين او اربع سنين حاولت افك المسمار ده على السن هو اللي هيطلع الترس من مكانه لكن ده كان خطأ كبير طبعا عشان كده انا بحاول اشارككم بكتير من الاخطاء اللي انا عملتها لعله وعسى تكون مفيدة للبعض بعض المكينات بيكون فيها من الجهة الاخرى من الداخل فيه فيه هنا من جوه هنطلعوا حالا عشان يظهر بالنسبة لكم افضل وهنا بيجي دور لو تفتكروا احنا بنتكلم فيه الادوات اللي احنا بنحتاجها حاجات صغيرة ورفيعة زي كده اوكي لحظة حاول اشوفها اقرب لان هي صغيرة جدا اوكي اول ما بتلاقيها هو ده المهم هي صغيرة جدا 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 اوكي بتبقى حوالين العمود بتاع المين دير ايوه مهم ان احنا ناخد بالنا انها ما اضطرش اظن لو طارد دلوقتي في الفيديو هيبقى الموضوع خميدي جدا اوكي فقدتها مرة اخرى اجرب ده ممكن يكون قرفع شوية اوه لا ما فقدتهاش اهي 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 حلو يا جماعة انك تكون فخور بنفسك لما بتعمل الحاجات اللي زي كده شايفين اللوق دي قد ايه حاول امسحها كده من الشحم اللي عليها عشان تشوفوا حجمها بالظبط قد ايه شايفين 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 دي القطعة اللي احنا كنا محتاجين نشيلها وبعد ما شلنا القطعة دي مهم جدا ان احنا نحطها بعناية شديدة ونتأكدناها لزقت قبل ما نعمل كده وكده شايفين الحركة دي حاليا اصبح المين جير ممسوك بيه العمود بتاع البنيون اهو زي ما انتم شايفين اوكي التانية وابدأ ادور عليه حاليا هنشيل الاتنين دول اوكي اوكي ممكن اطلع ده الاول كل اللي فاضل هنا مجرد مجرد الكافر ده ده بيخلي البيلنج دي موجودة لتحت اوكي دي واحدة من البيلنج حاليا اللي احنا بعد كده هنحتاج نعمل لهم سيونة خفيفة وفي درجات اعلى من السيونة شايفين اللون ده اللون ده معناه ان كويس جدا ان احنا فكينا المكينة ده البنيونجير طبعا وحاليا نقدر نحرك العمود بتاعنا ده وناخد ومن هنا نقدر نشيل تماما البنجير بتاعنا كده طلع وواضح انه هيحتاج تنظيف كتير جدا جدا وده كده الشافت اللي بيبقى راكب عليه بعد كده الروتور وفضل عندنا اخر جير جوه هنا يبقى كمان من ضمن الحاجات اللي هتتنظف فهنبص عريبا المرة لو تأخدوا باركم قبل لما هفك انا بتأكد ان القطع بتاعة السكرو درايفر مناسبة لحجم المسمور ده مهم جدا في كمان بلية جوه هنا صغيرة مش دائما بتكون موجودة في كل المكينات البلية دي ترس ده بيبقى نايم على الارض تماما فاحيانا بيبقى شوية صعب ان هو يطلع من مكانه لكن هنشوف دلوقتي بدأ يطلع على طوله كويس شوكرا دي البلية الصغيرة بتاعته فين البلية ممكن نحطها هنا واعتقد كان فيه بلاس واشر اي جوه هي اوكي دي مهم جدا نحن نحطها هنا بحاول بس افرقهم عشان تشوفوهم اتنين بلاس واشر واحدة صغيرة ومن الخلف فيه واشر كبيرة اهي اللي كان قاعد عليها الترس هل فيه حاجة هنا لا مفيش اوكي حاليا بعض الانواع بيكون فيه هنا بيرنج تانية لكن مفيش في المكان ده هنا اللي بيعدي الشافت منه تبقى قاعدة تحت هنا عند القطعة دي لكن الدايوه مفيهاش كده كل دي عبارة عن قطعة بلاستيكية وكان الكوفر بتاعها لو تاخدوا بالكم احنا عندنا هنا ده شرناه هو كان راكب بالطريقة دي اوكي في عندنا هنا البيرنج بتاعت الجانب الاخر اوكي ده الكوفر اللي كان بيركب كده البيرنج دي اللي كانت بتبقى موجودة هنا على المينجير طيب هل هتفرق احط البيرنج دي مكان دي ولا لا لو نفس المقاس مش هتفرق لكن انا بفضل دايماً هخلي كل واحدة في مكانها وبالتالي البيرنج بتاع البينيون هتلاقيها موجودة لوحدها والبيرنج اللي بتكون موجودة مع المينجير هتلاقيها لوحدها طريقة التنظيف ببساطة جديدة احنا هنستخدم فرشات اسنان مع كل القطع المعدنية هتبقى موجودة هتتعمل بالWD40 كلها بالكامل بس مهم ان احنا نشوف لو فيه اي جزء رابر ممكن نشيله قبل عملية التنظيف يعني فيه عندنا هنا جوه السيل الصغير ده قبل ما ابدأ اي حاجة في عملية التنظيف اشيل حاجة زي كده اخليه موجود بره بحيس ان ده كله يكون معدن فقط لغير اوكي اوكي كل الاجزاء المعدنية دي هننضفها بالWD40 وهنتأكد تماما ان كل القطع دي بقت نضيفة وبتلمع البييرنجز كمان هنعمل فيهم نفس الموضوع ونتأكد ان هما فيهم نعومة لو في اي خشونة في البييرنجز ممكن نبدلهم او في الحلقات المستقبلية ان شاء الله لما نتعمق اكتر داخل الصيانات المتقدمة هنشوف ازاي ممكن ننظف كل انواع البييرنج بسهولة جديدة واحنا كمان بنفتح القطع دي النهاردة قطعنا كل المكينة الى قطع صغيرة الحلقة الجاية نبدأ وهما في نظافة رائعة بيل معه نعمل انسبكشن للقطع نبدأ نشوف القطع دي من جوه هل هي كويسة هل في حاجة محتاجة تتبدل ولا لا ونبدأ عملية التجميع مع بعض ان شاء الله واشوفكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة